العطاس انجفاع الهواء من الأنف بعنف لعارب وفي ذلك فوائد كثيرة أثبتها الطب الحديث والعطاس له أحكام وآداب شرعية منها أن الله تعالى يحب العطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس وقد وردت في السنة صياغ للحمد بعد العطاس وهي الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين وفي ذلك إشارة إلى عظيم فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطس ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه ثم الدعاء بالخير فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ومن حق المسلم إذا عطس فحمد الله تعالى أن يشمته من سمعه والتشميت الدعاء بالخير قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله ومعنى يرحمك الله أي جعل الله لك ذلك لتدوم لك السلامة ويندب للعاطس أن يرد على من شمته فيقول له يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم ومن لم يحمد الله بعد عطسته فلا يشمت ومن عطس ولم يحمد الله نسيانا استحب لمن حضره أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته ومن تكرر عطاسه فزاد على ثلاث فإنه لا يشمت فيما زاد عنها بل يقال عافاك الله إنك مزكوم وإذا عطس المأموم في خطبة الجمعة فإنه يحمد الله خفية فإن جهر بذلك فلا يجوز للمصلين أن يشمتوه وإذا عطس الإمام وحمد الله جهرا فإن سكت الإمام من أجل العطاس فلا بأس أن يشمت وإن لم يسكت فلا يشمت لأن الخطبة قائمة ولو عطس غير المسلم وحمد الله وسمعه مسلم فليشمته بقوله أهداك الله أو عافاك الله فقد كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ويكره لمن في الخلاء لقضاء حاجته أن يشم تعاطسه ويكره أيضا لمن عطس في خلائه أن يحمد الله بلسانه ويجوز له ذلك في نفسه وينبغي للعاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد وأن يغطي وجهه لألا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لألا يتضرر بذلك ترجمة نانسي قنقر